عقل 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 أول مجنونة عقل ومجنونة شوية وسعت روشة وشقية أكلت وعدت هنجبها من كل مكان في الدنيا هادي عادة زي الفل ودي أكلت ست الكل البس اشرب أوكل و سيب الباقي علي عقل 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 أول مجنونة شوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين العزاء أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عقل ومجنونة على قناتكم الصحة وجمال حلقة جديدة يوم جديدة دايما متجمعين مع بعض قدام شاشتكم قناة الصحة وجمال في برنامج عقل ومجنونة نهاردة حلقة مختلفة جدا عايز أقول لكم زي ما أنتم متعودين واللي دايما بنقوله كل حلقة وفي بداية كل حلقة إن برنامج عقل ومجنونة دعوة للتدبر ودعوة للتفكر ودعوة للسفر من جميع لجميع أنحاء العالم من خلال الشاشة الصغيرة اللف بيتنا من خلال التلفزيون من خلال شاشتنا القناة الصحة والجمال احنا النهاردة قررنا نلف بيكو العالم شوية عايزين نتعرف على موضيع مهمة عايزين نتعرف على ثقافات جديدة عايزين نتعرف على ما هو عائل في هذا العالم وما هو مجنون في تفاصيل كتيرة جدا وموضيع كتيرة جدا عايز أقول لكم لو هاخدكم النهاردة ونسافر لأسيا ومش كمان في شرق أسيا جنوب شرق أسيا الجزر اللي موجودة في جنوب شرق أسيا الجزر دي يمكن تكون قريبة جدا من الصين واليابان والهند وكوريا وبعض البلدان دي بتحمل عدد كبير قوي يعني فيها تكنولوجيا بشكل كبير قوي مش دي الفكر هل الجزر دي بتكمن برضو نفس التكنولوجيا اللي موجودة في هذه البلدان ولكن ولا الأمر مختلف سؤال مهم هل الجزر دي بتحمل هذه التكنولوجيا زي هذه البلدان وإن هي فعلا استوردت التكنولوجيا منهم بشكل كويس ولا شكلهم عامل ازاي لا في الحقيقة الجزر دي بدائية جدا جزر يمكن يكون اللي عايشين عليها حياتهم يعني ما قبل تاريخ بسنين وبمراحل كتير قوي يمكن قرارنا النهاردة نعرض لكم بعض الفيديوهات اللي هتوريكوا قد ايه الناس دي حياتها بدائية قد ايه الناس دي حياتها لسه في الصفر يمكن يكونوا قبل الصفر كمان وإحنا نكون متطورين عنهم بشكل كبير جدا اول فيديو بعض المستكشفين عملوا تقرير مهم عن بعض الجزر اللي موجودة في هذه المنطقة وكمان هم اعداء للبشر يعني هم كمان مش عايزين يتعرفوا على ثقافات جديدة هم شايفين انه ممكن يكون بعض الحروب اللي بتدور حول العالم بعض المثلا التكنولوجيا اللي بوزة حياة الناس يمكن الله اعلم يمكن يكونوا هم فاكمين كده وشايفين ان ده ليه اضرار ومش متقبلين للموقف هم بيمنعوا دخول اي شخص لهذه الجزر كمان يعني دي فكرة ان عندهم ان ما فيش حد يقدر يدخل جزيرته او يصطاد من عنده او يعدي للمياه الاقليمية الخاصة بهذه الجزيرة هم قبائل غجر عايشين على هذه الجزر بشكل بدائي قوي عايشين بشكل يعني الفيديو اللي جايه هتشوفوا فيه ان الكاميرات اللي مصورة الناس دي مصورها من بعيد لان هم مش قادرين يقربوا ويصوروهم ويلتقدوا منهم بعض الفيديوهات وبعض الصور بشكل قريب لان هم بيهاجموا كل من يقترب منهم الفيديو اللي جايه هي جزيرة غامضة في هذا المكان بيهاجم اهلها كل من يقترب منها نتفرج على الفيديو اللي جايه ونرجع نكمل خليكم معنا تعتبر جزيرة سنتينال من اكثر الجزر انعزالا عن العالم الخارجي والسبب راجع الى سكانها حيث لا يسمحون لاحد بالاقتراب من شواطئها ولا حتى زيارتها والاكثر خطورة من هذا انهم يقومون بمهاجمة اي شخص يحاول وضع قدميه في مياه الجزيرة كما ان سكانها يرفضون اي نوع من الاتصال بباقية العالم وايضا يحاولون فعل اي شيء لباقى جزيرتهم في طي الكتمان كما ان لديهم قوانين صاريمة تمنع الغرباء من الدخول اليها اصدرت الحكومة الهندية قرارا بانشاء منطقة استبعاد عن هذه الجزيرة لمنع المزيد من سفك الدماء فهم يحاولون مهاجمة اي زائر يحاول الدخول الى شواطئها قتل الكثير من الصيدين بعد ان حاولوا الصيد الغير مشروع داخل هذه الجزيرة ما زالت هذه الجزيرة غامضة الى يومنا هذا فلا احد يعرف الكثير عنها ولا عن سكانها وحتى اللغة المتحدث بها في هذه الجزيرة ولا حتى على عاداتهم وتقاليدهم كانت طواقم الاغاثة الهندية تحاول تقديم المساعدة لهم لكن افراد الجزيرة استقبلوهم برمي السهام والنبال والى يومنا هذا لم يعرف ما حل بهم بعد كارثة سنامي طبعا زي ما حضراتكم شفتوا يمكن بعض الصور كانت مبكسلة لو حضراتكم اخدتوا بالكم من التقرير اللي فات ده بسبب ان الكاميرات مصورة من بعيد اوي من بعد كبير اوي فظهرت الصور بهذا الشكل اللي حضراتكم شفتوه دي بعض الجزر اللي عايشها بجانب البلدان اللي فيها اكبر تكنولوجيا في العالم وبتصدر اكبر تكنولوجيا في العالم زي الصين والهند وماليزيا وتايلاند واليابان وكوريا وبعض هذه البلد الجزر دي كمان يمكن بعض المستكشفين قرر ان هو يدخل المسموح الدخول ليه ويشوف قد ايه الناس دي حياتها عايشة ازاي وبتاكل ازاي وبتشرب ازاي فيمكن بعض الجزر اللي سمحت بدخول الجزيرة اتعمل هناك تقرير مهم جدا هنتفرج عليه التقرير ده هيثبت لك قد ايه الناس دي لما يعني ان عزلت عن العالم عرفت ازاي تعيش بشكل متطور جدا بشكل اللي هما شايفينه بمتطور بالنسبة لي ممكن هو بها يبقى بدائي بالنسبة لنا بس لما هتتفرج على الفيديو اللي جاي وبعض الفيديوهات هتعرف قد ايه ان هما فعلا ابتدوا يعني يكونوا اكثر خبرة في هذه الامور من الصيد وبعض مثلا من بناء البيوت هتتفرج على الشكل ده هيعجبك قوي النهاردة حلقة مهمة جدا عن الناس البدائيين دي نتفرج على التقرير اللي جاي هتشوفوا الناس دي حياتها عاملة ازاي ونرجع نكمل خليكم معنا عاش سكان قبيلة برجو معظم حياتهم على القوارب يستخدمونها بشكل يومي للصيد الذي يعتبر المصدر الوحيد للرزق هم قوم لا تعترف بهم الدول المجاورة ولا يعرفون اعمارهم ولا الكتابة ولا القراءة يطلق عليهم اسم غجر البحر لكنه مع ذلك يستمتعون بحياة النعيم في مياه المحيط الهادي يعيشون في قوارب صغيرة واكواح عائمة يكسبون قوتهم من خلال صيد الاسماك معتمدين على معارفهم الواسعة بالمحيط داخل جزيرة بورنيو التي تعود ثالث اكبر جزيرة في العالم يتعلم الاطفال منذ الصغر كيفية السباحة والغوص وينطلقون لصيد الاسماك في سن الثامنة ورغم ان الكثير منهم لا يعرفون اعمارهم ولم يتعلموا الكتابة والقراءة في حياتهم الا انهم شعب مسالم يتميز بالهدوء والكرم ويجمع سكان باجو بين ديانة الاسلام والاحيائية وهي الاعتقاد بوجود الارواح وكونهم يمارسون الغوص منذ الصغر فهم يعتبرون من افضل الغواص طبعا زي ما حضراتكم شفتوا يمكن دول قبائل او غجر البحر زي ما ده المصطلح الدارج في هذه المنطقة يمكن ده التقرير اللي تصور عن حياة الناس دي يمكن احنا حاولنا نقرب 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 لحد ما هنبتدي نعرف الناس دي عايشة ازاي وبتبني بيوتها ازاي لان هم ما عندهمش اي تكنولوجيا يمكن حياتهم ضحلة جدا حياتهم بدائية جدا حياتهم لسه يعني ما تعرفوش على الواقع في منهم ما يعرفش عمره قد ايه ما يعرفش هو عايش بقاله كم سنة ما لهمش كينونة في العالم فقط غير ان هم عايشين على الصيد اللي هم بيصدوا من البحر وموضوع الصيد ده موضوع حكي كبير جدا لان الفيديو اللي جاي هنتعرف ازاي هم بيصيدوا غير كده هم كمان حياتهم مسالمة في البعض منهم مسالم وفي البعض منهم بيهاجم كل من يقترب منه يمكن هم اشبه شوية بالعنف القديم اللي هو القبائل اللي كانت بتعيش في افريقيا لأكل اللحوم البشر والناس اللي بتهاجم وفاكرين ان اي حد بيحاول يقترب منهم هو غازو خارجي هي الحياة والفكر البدائي ده يمكن هو اللي موصلهم لكده ولكن في البعض منهم اللي سمح بالدخول لي وانه تقدر تتعرف على ثقافته زي غجر البحر موضوع غجر البحر ده كبير قوي بقى لان غجر البحر دول حياتهم كلها في قوارب مصدر رزقهم الوحيد هو الطعام عن طريق السمك السمك ده بيستدوه ازاي بقى هل بيستدوه بشكل تقليدي اللي احنا بدون نصطاد بيه انك بتجيب سنارتك وبتنزل تصطاد ولا بيستدوه عن طريق شبك ولا بيستدوه ازاي ولكن هي آلات بسيطة جدا للصيد وطرق غريبة جدا في الغوص الموضوع كبير قوي بس الفيديو اللي جاي مهم هنتفرج عليه الصيد في هذه القبائل وهنعلق عليه مع بعض نتفرج عليه طبعا هو دلوقتي زي ما هو موضح قدام حضراتكم على الشاشة ان هو بيشوف الاسماك اللي تحت البحر عاملة ازاي علشان ينزل يصطاد منهم يمكن يكون الالة اللي هو مساكة في ايده دي متطورة شوية ولكن هو بيلتقط انفاسه الاخيرة وهينزل احسبوا بقى معايا كده عدد السواني من دلوقتي لحد ما هو هينزل يصطاد السمك هو طبعا بيغوص تحت سطح البحر بالشكل اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي المسافة اللي هو بينزلها تحت سطح البحر دلوقتي دي يمكن هي قرابة العشرين متر تحت سطح البحر زي ما حضراتكم شايفين هو مش بس كده ان هو هيغطس علشان ينزل يجيب السمكة ولكن هتشوفوه هو بيتعامل بشكل طبيعي مع المحيط والبحر والاسماك كأنه جزء من هذه الحياة كأنه جزء من هذا البحر كأنه عايش في البحر ومولود في البحر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه بصوا هو بيمشي دلوقتي تحت المياه وطبعا كل ده هو كاتب انفاسه يمكن النفس الاخير اللي اخده زي ما حضراتكم شفتو كان قبل ما ينزل فقط لغير وهو دلوقتي عمال بيدور تحت سطح البحر على سمكة علشان يضربها بسلاحه اللي معاه علشان يجيبها ويطلع تاني طبعا هدلوقتي لازال بيتمشى جوه المحيط بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده الموضوع هو غواص ماهر جدا يمكن يعني وده فطري الموضوع هو لا راح اتدرب فيه ولا اخد منحة ولا دورة ولا جات له فرقة ولا اي حاجة علشان يوصل لهذه المهارة من هذا الشكل ده يعني بعض الغواصين حضراتكم بتشوفوهم في المحيطات بيعوموا لكن ده بيمشي تحت قاع البحر زي ما حضراتكم شايفين كده هو بيتمشى تحت قاع البحر ودلوقتي هو ضربها ضرب السمكة بالسلاح اللي معاه وهياخدها طبعا زي ما حضراتكم شايفين يمكن هي دي اللي كان نزلها لعشرين متر مخصوص تحت البحر يمكن هي دي السمكة الصغيرة دي هل هيعيش الرجل ده ويكمل للاخر ولا هيجراله ايه بعد كل الوقت ده طبعا حضراتكم احسبوا كده عدد الثواني اللي هو كان نزل بيها تحت المية يمكن اكتر من ديئتين كمان يعني مشاء الله انه نفس عميق جدا هل هيخرج هل هيرجع تاني ولا هيبقى كده انفاسه خلصت ولكن هو فعلا هيرجع تاني يمكن التقرير او الفيديو اللي فات اللي احنا شفناه ده كان بيوضح عملاية الصيد في هذه القبائل هنكمل تفاصيل حلقتنا النهاردة بس بعد الفاصل خليكم معنا طبعا لسا كاملين في برنامج عقلة ومجنونة على قناتكم الصحة والجمال والنهاردة زي ما حضراتكم شفتوا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الحياة البداية لبعض الجزر والقبائل العيشة في جنوب شرق اسيا ويمكن نبتدينا نتعمق من بداية الفيديوهات لبعض القبائل اللي صعب اللي اقتحام عليها ودخول لتصويرها والتعرف على ثقافتها وحضراتها والعائل بقى في ثقافة الناس دي والمجنون منهم العائل تقبل ان بعض المستكشفين يدخلوا يصوروا عندهم والمجنون منهم اللي رفضوا ويمكن قالوا لأ ممنوع الاقتحام وكانوا بيهاجموا كل من يقترب ويمكن لما قربنا شوية عرفنا الناس دي عايشة ازاي وبتصيد ازاي وشوفنا قد ايه هم غواصين ماهرين ويمكن يكونوا مصنفين من بعض الاحصائيات بتقول ان هم من امهر واقوى الغواصين في العالم التقرير اللي جاي او الفيديو اللي جاي اللي هنعلق عليه مع بعض الناس دي بتبني بيوتها ازاي يمكن هم ما يملكوش اي تكنولوجيا في الحياة ما يملكوش اي معدات للبناء او اي اي ظروف للبناء حياتهم ماشية ازاي بيبنوا ازاي زي ما حضراتكم شفتوا هو ده شاب مستكشف قدامكم على شاشة دلوقتي شاب ابيض يعني هو قرر يعيش حياة بدائية يوضح فيها ويصور فيها ازاي الناس دي عايشة وهو قرر يعيش الحياة البداية هو دلوقتي كان بينحت الادوم بتاعه او الشكوش بتاعه اللي بيقطع به الاشجار زي ما حضراتكم شفتوا هو الرجل ده قرر انه هو يعمل كامب كده ويعيش حياة بدائية كده منه لنفسه في قلب هذه الالغابات ويمكن دي اشبه لبعض الجزر والقبائل اللي تحدثنا عنها في برنامجنا زي ما حضراتكم شايفين على شاشة دلوقتي هو بيحاول يبني اسس لهذا المنزل ويمكن وضحت قدام حضراتكم الصورة دلوقتي هو ابتدى هو يبتدى يعرش المنزل بعد ما يعني جهز الهيكل بتاعه من الخشب وطبعا زي ما وضح على الشاشة قدامكم ان السقف مصنوع من اوراق الشجر الكبير في اوراق شجر كده بيبقى يعني خمته تخينة شوية غليظة شوية ودعد المطر لما ينزل عليها ما يخترقش هذا الجدار من البيوت وطبعا هو دلوقتي بيبتدى يأسس البيت هو دلوقتي بيحاول يولع نار على الطريقة البدائية يعني هو مستكشف وحب يقرض الشكل ده من حياة الناس حياة مرهقة جدا حياة بدائية جدا حياة صعبة جدا اللي هو بيحاول يعيشها دي ولكن هو قرر انه هو ينفرد بحاله وهو ده طين طمي وقرابة الطمي بتاعنا اللي موجود عندنا في النيل زي ما حضراتكم شايفين وهبتدى تلوقتي زي ما حضراتكم شايفين بيبتدى يأجن علشان يبتدى يصنع بعض الحطان او ده دلق دي الاناء بقى اللي هيبتدى يشرب ويأكل فيه وده طبعا بعد ما تم انجاز هذه الاواني من الطمي هو طبعا حواليه التربة خصبة جدا وتقدر تديله الشكل القوي ده من الطمي اللي هو الشبه بالفخار اللي احنا موجود عندنا ومتعرف عليه هنا بيبتدى بقى طبعا يبتدى يرم البيت بالطين البيوت دي موجودة والله الحقيقة يمكن في حضرتنا القديمة المصريين القدماء وكمان بعض المباني اللي موجودة في صعيد مصر وبعض كمان البلدان العربية القديمة الحضرات القديمة دي موجودة الناس فعلا احنا كنا بنبني بالطين لفترات كبيرة قوي من سنين كنا بنبني بالطين زي ما حضراتكم شفتوا ده مستكشف قرر ان هو يبني بيت على الطريقة التقليدية بصوا هنا هو بيحاول يقطع يعني الشكل الخارجي من الاشجار اللي هو الجدار الخارجي من الاشجار ده علشان يبتدى يعرش به على البيوت من فوق يمكن مصطلحة عريش ده كلمة كده معروفة ودرجة عندنا احنا حتى يمكن عندنا بلد فعلا او محافظة شمال سيناء العريش فعلا هي كانت الحياة هناك بدائية فاطلق عليهم هذا اللفظ لان هم كانوا بيستخدموا هذا الشكل من البناء هنا بقى ابتدى يخرم كده زي سقب في الحيطة علشان يبتدى يخترع دفايته اللي هيبتدى يتعايش بيها بقى وتدفيله البيت البدائي اللي هو عايش فيه طبعا هو هنا حياة بدائية جدا بيولع بالاحتكاك الحراري المعروف طبعا بالزلط والطوب الحاد علشان يبتدى يطلع النار اللي حضراتكم شايفينا قدامكم وطبعا هو بيت بإمكانيات بسيطة جدا شوية خشب أشجار على أوراق شجر على جزوع من النخل على طين من طامي زي ما حضراتكم شايفين كده هو اخترع فعلا بيت وده البيت المستكشف ده قرر إنه هو عفوا يبني ويبينه دي أشبه بالعادات القديمة لنا وده أشبه بالعادات اللي يمكن عرضناها من شوية بالنسبة لبعض الجزر القديمة اللي عايشة في جنوب شرق آسيا ممكن محاط بهم عوالم كتير قوي من التكنولوجيا زي الصين وهندو زي ما قلتلكوا كده بعض البلدان ولكن هم رفضين التعرف على هذه الثقافات هم بدائيين لحد النهاردة وعايشين بيبنوا بالطين لحد النهاردة الساروخ زي ما بيقولوا كده مصطلح عندنا في مصر الساروخ بيلف حولينا الأمر وهم لسه عايشين بالشكل البدائي ده المستكشف ده قرر كمان يعرفنا على طريقة جميلة جدا والله أنا لما بعد أتفرج على بعض الفيديوهات دي بنبهر عن بعض المستكشفين اللي بيتركوا الحياة اللي فيها رفاهية وعربيات وبيوت وسكن ويقرر ان هو يعيش حياة من العزلة في بعض الجزر علشان يصور فيديو زي ده يعرفنا من خلاله الحياة البداية الفيديو اللي جاي اللي هنعلق عليه برضو مع بعض هو قرر ان هو يخترع زي شواية بصوا الطريقة هتبدأ ازاي في التقرير اللي جاي ده يريد مخرجنا يحضر هنا وعشان نعلق عليه مع بعض الراجل ده قرر ان هو يبدأ حياة بدائية بشواية غريبة جدا طبعا زي ما حضراتكوا شايفين هو الوقت يبتدي يولى عن نار بالشكل التقليدي هيبتدي يدى بعض الجزع من الشجر يبتدى يقطعوا بالشكل اللي حضراتكوا شايفينه ده وهيسقبوا بالشكل اللي ظاهر قدام حضراتكوا على الشاشة علشان يعمل بي ايه بقى علشان يعمل بي الشكل اللي حضراتكوا شايفينه ده واللي هو المروحة انا يمكن بعض استغرب يعني هل المستكشف ده مر بمحاولات كتيرة قوي علشان يطلع الشكل ده من الكفاءة في انه يقدر يبدع ويخترع هذه الاشياء ولا هو فعلا اتعلم ده في مكان مثلا زي الكشافة وابتدى ينفزه منه لنفسه طبعا ده شكل بدائي انه هو قرر انه هو يقيد النار بالشكل اللي ظهر قدام حضراتكه ده ولكن هو ما اكتفاش بهذا القدر ولكن قرر يطور الفكر بصوا هنا نظريات التطور بتيجي ازاي يعني احنا تطورنا ازاي تطورنا بالشكل ده الموضوع كان بيهوي به باي حاجة بمروحة زي ما حضراتكه شفته ولكن هو قرر انه هو يعني يخترع الشكل مختلف تاني للتهوية ويكسف التهوية في هذا المكان بشكل مختلف طبعا زي ما حضراتكه شفته كده وعمل اناء شكله غريب ظهر قدام حضراتكه بعد ما تم حرقه وبقى بالشكل حضراتكه شايفينه ده من الفخار دي اول تطور بعد المروحة اللي هو قرر يستغلها لاشعال هذه النيران بصوا طبعا هنا كده الموضوع بقى شكله في حرفية شوي بقى الموضوع كده بروفيشنال زي ما بيقولوا كده متطور لحد ما هل هيكتفي بهذا القدر من التطور ولكن لا هو قرر يطور الفكرة بشكل اكبر تاني بشكل مختلف تاني بصوا هيطور الفكرة بشكل مختلف ازاي هنا قرر ان هو يكسف النار ويحط المنقد بتاعه والمروحة بتاعته من الداخل علشان تطلع له اكثر اشتعالا لهذه الشكل والفكرة هل هيطوقف عند التطور ده؟ برضو هو قرر انه ما يتوقفش عن هذا الشكل عند هذا الشكل من التطور وعايز يخترع حاجة اسهل بكتير من ان هو يفضل يبرم بالخشبة اللي معاه دي او الجزع اللي معاه ده هيبتدي يقلمه في ايده بالشكل ده علشان يبتدي ييد هذه الحطب والنار ولكن هو قرر يعمل حاجة مختلفة بصوا الابداع في التطور البدائي يعني ده ممكن حياة بدائية ولكن ابداع في تطور بدائي بصوا هو هنا يخترع ايه ابتدى يحرك الشكل المروحة بتاعته بالحبال دي الحبال دي اصلا يمكن في بعض الفيديوهات والي يمكن ان شاء الله نعرضها لكم في حلقات تانية الحبال دي اصلا بعض جزوع الاشجار ابتدى يقطع منها الخارج منها او الجزوع دي ابتدى يقطعها بشكل رديق او رفيع او يظهر بالشكل ده وابتدى يدفروا بالشكل اللي موضح عند حضراتكو دلوقتي يمكن الحياة البدائية دي حياة احنا يمكن كنا عايشينها من ايام النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن البعض مننا كان بيتعرف عليها ولكن احنا قررنا نخطفكم لصفر بعيد كده لجنوب شرق اسيا علشان نتعرف على الحياة البدائية دي زي ما بقولوكو دايما هو انك تتعلم وتتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى تتعلم على ثقافة جديدة جدا تتعلم بمعلومة مهمة جدا يمكن تفيدك برنامجنا عقلة ومجنونة هو مقتصر مش مقتصر فقط لغير على انه بيعلمك وبيفاهمك ولكن احنا في بعض الحلقات بنجيب بعض الفيديوهات الترفاهية علشان نكسر النوع ده من الفيديوهات ولكن برضو المنهج الاساسي هو عرض توعية تفيد الناس وتفيدك وتفيد اهلك وتفيد بيتك وانك تتفرج من خلال برنامج عقلة ومجنونة وتتعرف على الثقافات بقى في جميع انحاء العالم ان شاء الله استنونا في الحلقة اللي جاية في فيديوهات مهمة جدا هنتعرف مع بعض على معلومات مهمة جدا اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية في امان الله عقلة 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 والمجنونة عقلة ومجنونة شوية وسعت روشة وشائية اكلت وعدت هنجبها من كل مكان في الدنيا ادي عادة زي الفل ودي اكلت ستي الكل البس اشرب اوكل وسيب الباقي علي عقلة 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 والمجنونة مجنونة